لأنه برضو بنتكلم حتى صباح اليوم مع بداية المفاوضات وجوالات الصلح بين الفصائل الفلسطينيين الفلسطينية اللي دعوا إلى القاهرة لإجراء مفاوضات ومحاورات ومناقشات وجلسات صحيح يا مكررة وصحيح نمقلنا سنين بنحاول نعمل حالة الصلح بين فتح وحماس لكن هذه المرة لها إطار مختلف ومصر في هذه المرة بتلعب دور أكثر عمقا في قصة المصالحة دي انتمت انجرت لكن بصرف النظر عن النتيجة الإجراء نفسه والخطوة نفسها خطوة تقدم مصر اللاعب الإقليمي الأول مش التاني مش التالت اللاعب الإقليمي الأول فيما يخص ملف التسوية أو ملف السلام في الشرق الأوسط ليه؟ ليه كمان المشهد برز بعد حرب غزة أو بعد ملف القدس ما أصبح يعني عنوانا وراية وعلما في العالم كله وأعتقد أنه الأسابيع اللي فاتت وما جرى في القدس حتى المظاهرات اللي تم إلغاءها غدا في إسرائيل الخميس اللي كان مفهوظ مظاهرة أعلام إسرائيلية من المتشددين والمستوطنين واليمين الصهيون المتشدد المتدين في إسرائيل وتم إلغاء ده أعلن هذا الإلغاء بوضوح شديد قوة عنوان القدس في الساحة الدولية دلوقتي الأجيال الجديدة الشابة اللي ما عصرتش الانتفاضات ولا عصرت حتى أي حدث فلسطيني جلل يحيي قلبها ويعلي يعني من رأسها شموخا بفكرة فلسطين الفترة الأخيرة اللي كانت مليئة بالانقسامات والانشقاقات والدور الحمساوي السيء الرديء اللي لعبوه في فترة الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي كل ده خلى وكأن ضبابا وكأن ترابا وكأن غبارا طغى وغطى على القضية الفلسطينية على قضية الحق الكبرى في التاريخ ويبدو أنه كمان البعض كان يوصل له أن القضية تكاد تكون قد كفنت هي إيه الأضاية الفلسطينية؟ كيف تأتي الأضاية الفلسطينية تسمعها مليون مرة أنت صح؟ مليون ما بتولدت وتفتسمعها الأضاية الفلسطينية هي فكرة الحق الفلسطيني في أرضه واللي تحول إلى مطلب وبقى قضية مطروحة على الساحة الدولية الأمم المتحدة وغيرها من يوم ما حصل النكبة ومن يوم ما حصل قرار التقسيم في مجلس الأمن ومن هنا خدت تعبير القضية ويا ما تجرب القضية أنا موافقك تماما وحتى الآن يتاجر بهذه القضية لكنها قضية حق يعني فلسطين مش مسؤولة عن اللي بيتجروا بيها قضية الحق الفلسطيني مش مسؤولة عن هؤلاء الطجار أو هؤلاء الانتهازيين أو هؤلاء الإرهابيين أو أي حاجة اللي ممكن يستخدم الحق العظيم الناصع الساطع ده اللي اسمه حق العرب في فلسطين بأنه مش مسؤول عن كل هؤلاء الذين حاولوا أن يمرمغوا ويلوثوا أشرف قضية عربية بيه بقى مبتغاهم بقى إذا كان مبتغا مادي أو سياسي أو انتهازي أو إيديولوجي إرهابي أي حاجة فأرجع أقول إنه الحدث فلسطين عادت مرة أخرى في قلب كل عربي وأعتقد بالذات عند الأجيال الشابة اللي كمان خدوا بالك وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي بالدور عالمي في إيصال الحق الفلسطيني للناس في المنازل للناس على موبايلاتهم في كل أنحاء الدنيا الإعلام الغربي طول الوقت منحاز ضد القضية الفلسطينية وضد فلسطينيين طول الوقت الإعلام الغربي بطبيعته منحاز ضد الحق الفلسطيني ومنحاز لإسرائيل لكن ده بيتآكل طبعا في العالم كله لكن جاه التآكل بقى الكبير مع وسائل التواصل الاجتماعي اللي بقى الأصوات مسموعة مفيش حراس للبوابات مش معتمدين على وكالات الأنباء اللي بتنشر وتقول ومن دولة بينشروا اللي هم عايزينه أو بيزيعوا اللي هم بيقولوه أو الموزيع اللي بيتقير أو نشرة الأخبار اللي بترتب مش ده بقت الدنيا مفتوحة وهائلة في الوصول إلى المعلومة إلى صرخة المواطن الفلسطيني إلى الجند الإسرائيلي اللي بيعتدي على العجوز الفلسطينية اللي بتدفع عن أرضها أو عن بيتها فبقى الحق في كل بيت وبقى إخفاء فكرة العنصرية الإسرائيلية أو الاحتلال الإسرائيلي أمر صعب للغاية جدا يصل إلى كونه باتة مستحيلة الوقت اللي بتصوروا أن الأضياء الفلسطينية كمان نامت وغمضت عيونها وربما كفنت استحضارا لوفاتها يعني أو لفنها لما حصل يعني التطبيع العربي المجاني اللي جرى فيه الواقع العربي مؤخرا بصرف النظر عن نواية بقى للتطبيع أو سياسته أو أهدافه في المحصلة بدأ وكأن الأضياء بتنتهي فإذا بالقدس تعيد اشتعال هذا الموضوع قلبا وعقلا وروحا وحقا وهنا يظهر الدور المصري ويظهر الدور المصري بقوة وهنتكلم تفصيلا لكن المشهد عموما مش خاص بس بقضية فلسطين والدور المصري المشهد خاص بالساحة الدولية كلها والملفات المصرية اللي الإدارة المصرية والإرادة المصرية نجحت فيه أنها تبقى الرقم الصعب والمؤشر المحدد والراسم الفاصل يعني هنا الحدود هنا هيحصل هنا مش هيحصل هنا ممنوع هنا ممكن